موسيقى السلام عليكم ورحمة الله إن أمة حباها الله فضلا عظيما وأرسل إليها أشرف رسله وأنزل إليها خير كتاب قال فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حري بها أن تتفكر في كلام ربها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى العرب كانت تسمي الأشهر باسم الزمن الذي وضعوا فيه التسمية فرمضان لماذا سمته العرب بهذا الاسم قيل سمي بذلك أخذا من الرمض وهو شدة الحر أو سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أن يحرقها بالأعمال الصالحة أو من رمض النصل يعني رققته بين حجرين ليرقى وكانت العرب يرمضون أسلحتهم في هذا الشهر ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم أو هو مشتق من الرمض وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر الأرض من الغبار ويكون هذا كناية عن تطهير القلوب من عوالق الذنوب والقول بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وهم لا يلتفت إليه وقد ورد في هذا حديث ولكنه ضعيف لا يعول عليه صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين لأن رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة فيكون مجموع الرمضانات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات الصيام له غايات منها تزكية النفس وتربيتها تلك التزكية التي هي سبب صلاح حالنا نحن الأفراد فردا فردا وطبعا بصلاح حال الفرد ينصلح حال المجتمع الكاف في قول الله عز وجل كما كتب تفيد التشبيح فما وجه الشبه بين صومنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين صوم أهل الشرائع السابقة وما مناسبة قول الله عز وجل في آخر الآية لعلكم تتقون فأما التشبيه الذي في الآية فيفيد أن الصوم المفروض علينا يشبه الصوم الذي كان مفروضا على من قبلنا من أهل الشرائع السابقة ولكن يبقى السؤال ما وجه الشبه بين صومنا وصومهم ذهب قوم إلى أن التشبيه في الفرض والإيجاب ومعنى هذا أنه فرض وواجب عليكم أيها المسلمون كما كان فرضا وواجبا في حق أهل الشرائع السابقة وليس المقصود رمضان بعينه بل المقصود مطلق الصوم فالصيام فرض علينا كفرضه على الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام وإن أول من صام هو آدم عليه السلام كان يصوم الأيام البيض ثم زاد بعضهم يوم عاشورا ولم يزل هذا مشروعا من زمان نوح عليه السلام إلى أول الإسلام حتى نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان لكن ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التشبيه بين صومنا وصومهم من جميع الوجوه يعني في الفرضية والقدر والوقت وحتى في الصفة ونعني بالصفة امتناعهم من الأكل والشرب والنكاح ولكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا فرض الله عليهم صوما وهم صاموا صوما آخر قال القرطبي ويدل على تبديلهم حديث دغفل بن حنظلة النساب قال كان على النصارى صوم شهر رمضان وكان عليهم ملك فمرضى يعني هذا الملك فقال لئن شفاه الله ليزيدن عشرة أيام ثم كان عليهم ملك بعده فأكل لحما فأوجع فاه فقال لئن شفاه الله ليزيدن ثمانية أيام ثم كان عليهم ملك بعده فقال نتمها ونجعل صومها في الربيع فصارت خمسين يوما وفي رواية للطبري وجعل يعني رمضان يتقلب عليهم في الشتاء والصيف فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا الصيام في الفصل الذي بين الشتاء والصيف يعني في فصل الربيع وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا فجعلوا صيامهم خمسين يوما إذن فقد كان أصل صومهم مثل صومنا فعن الحسن البصري قال والله لقد كتب الله الصيام على كل أمة خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وعن ابن عمر مرفوعا قال صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وبهذا الذي ذكرته يتقرر أن التشبيه المقصود في الآية هو التشبيه من جميع وجوه الصوم في القدر يعني ثلاثين يوما في الزمن يعني في رمضان في الوصف والكيفية يعني في الامتناع عن الأكل والشرب والإمساك عن سائر المفطرات ولكنهم بدلوا ونحن ولله الفضل لم نبدل ثبتني الله وإياكم على مرتضاه لنا دينا لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها من الأشياء التي تميل إليها نفسه قاصدا بذلك التقرب إلى الله عز وجل راجيا بتركها ثوابه وهذا من التقوى كذلك الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لأنه يعلم أن الله مطلع عليه الصيام يضيق مجاري الشيطان فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق وبالصيام يضعف نفوذه فتقل المعاصي والصائم في الغالب تكثر طاعاته والطاعات من خصال التقوى والغني كذلك إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك الشعور مواساة الفقراء المعدمين وهذا أيضا من خصال التقوى القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه فعن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال إني لأتل الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها يا رب سبحانك ما أعظم كلامك روى البخاري عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد لا تعلق فطرك بالعطش والحر فإن الله عز وجل لن يضيع أجرك وصبرك وقد أعد الله تعالى لك في دار الكرامة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون ولا يؤذن بدخول غيرهم منهم والتفت فما أجمل المناسبة بين اسم الباب الريان وبين ما ينال الصائم من العطش فكأن الشارع يلفت نظرك إلى أن عطش الصوم الذي هو أشد عليك من الجوع قد علمناه فهيئنا لك بابا لن تضمأ بعد دخوله أبدا روى الترمذي عن سهل قال فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يضمأ أبدا وزد على ذلك أن تخصيص الصائمين به بباب الريان إشارة إلى أنهم حين الدخول لن يزاحمهم أحد لأن الزحام هو الآخر يؤدي إلى العطش وكأن الله عز وجل يقول للصائمين يكفيكم ما عطشتم من أجلي في الدنيا فاهنأوا فلا عطش اليوم ولما كان التعامل مع صاحب الكرم المطلق جل وعلا خذ هذه الالتفاتة في كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم حيث قال إن في الجنة ليشعرنا بأن الباب يعني باب الريان بحد ذاته داخل في النعيم والراحة وإذا كان الباب داخلا في النعيم فما بالك بما وراءه فاسرح بخيالك في هذا الجمال إلى حيث تستطيع ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول الإمام العيني وإنما لم يقل للجنة ليشعرنا أن باب الريان هو غير الأبواب الثمانية وعلى هذا تكون أبواب الجنة أكثر من ثمانية سألوا الله عز وجل أن يدخلني الجنة وإياكم هذا رمضان فاغتنموه حصن صيامك بالسكوت عن الخناء أطبق على عينيك بالأجفان لا تمشذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان لا تحسد أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شان لا تسع بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان وعن علي رضي الله عنه قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام استبشر أيها المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فتلك والله كرامة لقد ثبت أن السلف الصالح كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم ولقد كانت أحوالهم مع كتاب ربهم من الأعاجيب حتى أصبحت قصصا تروى وتاريخا يكتب قال الربيع كان الشافعي يختم كل شهر ثلاثين ختمة وفي رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة ولعلك تقول قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث فكيف يختم الشافعي القرآن كل يوم مرتين فقد رد بن رجب رحمه الله هذا الإشكال بقوله وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث إذا كان على وجه المداومة على ذلك هذا طرف من أحوالهم مع القرآن في رمضان وأخبار جودهم وسخائهم هي الأخرى تسرق الألباب قال الإمام الذهبي بلغنا أن حماد بن أبي سليمان كان ذا دنيا متسعة وأنه كان يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم مئة درهم حتى قال شاعرهم تعود بسط الكف حتى لونه ثناها لقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله حماد هذا هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله العلامة الإمام فقيه العراق أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي روى عن أنس بن مالك فهو معدود إذن في صغار التابعين تفقها على يد إبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي وأكبر شيخ له هو أنس بن مالك فكما ذكرناه هو معدود في صغار التابعين روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وكان حماد أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء له ثروة وحشمة وتجمل قال معمر قلت لحماد كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا قال إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل وقد خرج له مسلم حديثا مقرونا بغيره وأهل الاختصاص يفهمون قصدي هذا وفي الختام إذا صمت فاحفظ صومك ولا تذهب أجرك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع ذا الجار وليكن عليك في يوم صومك السكينة والوقار واعلموا أنه ليست العبادة في رمضان وعشر ذي الحجة مثلا كعبادة في غيرهما فلنغتنم مواسم الطاعات لقد من الله تعالى علينا بشريعة صالحة لكل زمان ومكان محققة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم ولا ينكر جمالها إلا من في عينيه قذا والناس لهم أسئلة كثيرة يريدون رأي الشرع فيها وقد رأينا أن نخصص وقتا للإجابة عنها ومما يرد من الأسئلة حول شهر رمضان سائل يسأل فيقول هل يشترط تبييت النية من الليل لكي يكون الصيام صحيحا يعني هل يشترط علي بعد الفطور أن أنوي صوم اليوم الثاني وللجواب على هذا السؤال نقول تبييت النية شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة والتبييت ما معناه؟ معناه إيقاع النية في الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له يعني من لم يعزم وينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له والحنفية لا يشترطون التبييت بل تجوز النية عندهم إلى الضحوة الكبرى التي هي قبل زوال الشمس لكي يكون الإنسان ناويا أكثر اليوم ولكن الأفضل حتى عند السادة الحنفية أن يصوم الإنسان بنية معينة مبيتة من الليل لكي يخرج من خلاف من قال بوجوب النية من الليل وهذا من أدب الخلاف بين أهل العلم الراسخين رحمهم الله جميعا سائل آخر يسأل فيقول أفطرت ونويت الصيام ليوم غد فهل يضرني أن آكل بعد ذلك أو هل يضرني الجماع بعد ذلك فالجواب أنه لا يضرك الأكل ولا الجماع بعد النية ما دام الليل قائما لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى أنسائكم فالأكل والشرب والجماع جائز إلى ما قبل طلوع الفجر سائل آخر يسأل ويقول أنا عامل وتصيبني المشقة بسبب الصوم فهل يجوز لي أن أفطر؟ وللجواب عن هذا السؤال أريد أن أوضح نقطة مهمة هي أن المشقة التي تلحق التكاليف على درجات فليست كل مشقة تكون سببا للترخيص ولذلك صار لزاما أن نبين أنواع المشقة أيها يكون سببا للترخيص وأيها لا يكون سببا للترخيص فعندنا مشقة لا تنفك عنها التكاليف ومثل المشقة التي تلحق الإنسان من القيام والركوع والسجود في الصلاة أو مثل المشقة التي تلحق الإنسان بالاستيقاض لصلاة الفجر مثلا فهذه لا تكون سببا للترخيص النوع الثاني من المشقة مشقة تنفك عنها التكاليف لا تكون موجودة مع التكاليف عادة ولكنها حتى مع وجودها تكون خفيفة وذلك كالمشقة الحاصلة بالسفر القصير أو بالمرض الخفيف النوع الثالث مشقة تنفك عنها التكاليف عادة ولكنها مشقة عظيمة فادحة هذا مثل كل مشقة يخاف معها من إهلاك نفس أو إتلاف عضو وعلى هذا فأيها السائل الكريم نحن نعلم أن الصوم مشقة ولكن عليك أن تصبر وتستعين بالله عز وجل فإذا عطشت في نهار رمضان فلا بأس أن تصب على رأسك شيئا من الماء البارد ولا بأس أن تتمضمض مثلا طبعا لا تبالغ في المضمضة فإذا سبب لك العطش ضررا بالغا أو خشيت الهلاك من العطش جاز لك حينئذ الفطر ولكن عليك القضاء فيما بعد وسائل آخر يسأل يقول هل بخاخ الأنث أو قطرة الأنث وهل قطرة العين مفطرة فنجيب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما فهذا الحديث يدل على ماذا يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنث وعلى هذا فقطرة الأنث إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه فسد صيامه عليه القضاء وأما قطرة العين فقد اختلف العلماء فيها على قولين فذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فالتقطير في العين لا يفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء لكن الأولى تأخير قطرة العين إلى الليل خروجا من الخلاف فإن احتاج إلى ذلك في أثناء النهار فلا حرج وعليه إذا وجد الطعم في حلقه أن يدفله وسائل آخر يسأل فيقول امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس فما حكم صيامها فالجواب صيامها صحيح لأن الغسد ليس شرطا لصحة الصوم بل الغسد شرط لصحة الصلاة ولكنها تأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر ومعلوم أن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس ومع ذلك يجب عليها الاغتسال ويجب عليها قضاء الفجر وسائل آخر يسأل وهذا سؤال يتعلق بالمعاملات المالية قليلا يقول هل يجوز بيع الدولار بالآجل بعملة أخرى كالدينار العراقي مثلا فالجواب إذا بيعنا دولارات بدنانير عراقية مثلا أو بعملة أخرى يعني المهم عملة بعملة أخرى فيشترط التقابض في مجلس البيع ولا تجوز النسيئة فيها يعني لا يجوز البيع بالآجل فعن أبل منها لقال باع شريك لي ورقا يعني فضة بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصح قال قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو رباء الحديث متفق عليه وبهذا ينتهي لقاؤنا إن شاء الله تعالى إلى أن ألتقيكم في لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة